بمساحة زراعية تقطت مليون دونم تربعت محافظة واسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة على صدارة المحافظات المنتجة للحنطة والشعير لكن هذه المكانة الانتاجية المتميزة مهددة بالتراجع بعد أن سجل الموسم الصيف الحالي معدلات مرتفعة لعزوف الفلاحين عن زراعة أراضيهم بسبب عدم امتلاكهم للسيول المالية اللازمة لتهيئة الأراضي بعد تأخر استلامهم لمستحقات تسويق الحنطة والشعير للموسمين الماضيين 70% حاليا عزوف عن ممسو الصيفي الشتو توقعت إذا ما استلم مستحقات الفلاحين خلال هذه الفترة منها لبداية الموسم اللي يعني أقل من شهر بعد راح يصير تأثير سلبي وقل بالإنتاج وتأثير على البلد في صورة عامة ما زرعنا بالصيفي بالنسبة لناحية واسط ما زرعت ولا دونم 100% عزوف عن ال... وبالنسبة للشتو الآن نحن غير قادرين على حراثة الأرض أزمة عزوف المزارعين التي أثرت بنسبة كبيرة على الموسم الصيفي لزراعة الخضروات في محافظة واسطة سوف لن تقتصر على ذلك ونحن على أبواب انطلاق موسم زراعة الحنطة والشعير حيث منعت الأزمة المالية التي يعيشها المزارعون الكثير منهم من التفكير بالزراعة من جديد فيما يخطط آخرون في محاولة لتقليل الأضرار إلى تقليص المساحات المزروعة كبديل عن العزوف العزوف من 50% إلى 60% هي الآن من عدم زراعة الأرض وهذه الأرض هي طبعا هي مصدر الفلاح حسنا نقول عزوف ولكن هي مو عزوف ما إلى حافز يخليه يندفع ويزرع لأن المستحقات هي الحافز اللي يتخليه يتوسع بزراعة الأرض كل المستجمات الزراعية انتهت الصيف ماكو اطلاقا شتو نعم شتو ما بقالة بقالة كلها 20 يوم ما المستحقات ماسنة ما بعد كحد كل فائدة ماكو وتؤشر السلطات المحلية في محافظة واسط ظهور أزمة العزوف عن الزراعة كأخطر تداعيات تأخير تسليم مستحقات المزارعين محذرة من أن تقليص مساحات زراعة الموسم الشتوي في محافظة واسط قد تؤثر في استقرارية الأمن الغذائي على مستوى البلاد لدينا مؤشرات كبيرة بأن الفلاح لديه عزوف عن الزراعة وهو مضطرا لذلك نتيجة عدم وجود سيولة مالية الموضوع العزوف واقع حقيقي ومؤشر خطير جدا على الأمن الغذاء ابتداء للدولة وعلى شريحة كبيرة من المجتمع أرقام مقلقة تتحدث عن عزوف أعداد كبيرة من مزارعي محافظة واسط عن زراعة الموسم الصيفي الحالي إلى جانب تقليص المساحات المخصصة سنويا لزراعة الحنطة والشعير بسبب تأخر استلام المستحقات المالية لموسمي التسويق الماضيين وتراكم المديونيات العامة بذمة المزارعين من أطراف مدينة الكوت أكرم الربيعي الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر